ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضابية في بداية الاجتماع وبمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين فقد أشاد المجلس بما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات كبيرة على مستوى الجهزية والقدرات القتالية عبر مسيرتها الممتدة لستة وخمسين عاما بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضه الله داعيا المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين وهذا الصرح العسكري الشامخ يشهد المزيد من التطور والتقدم بعد ذلك نوه المجلس بنجاح النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للغولف المقدمة من بابكو انرجيز والتي استضافتها مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا والتي جمعت نخبة من نجوم العالم ضمن جولة دي بي وورد العالمية للغولف مرحبا بعودة الغولف الاحترافي إلى مملكة البحرين بعدها وبمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين فقد قرر المجلس أن يكون يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من فبراير الفين واربعة وعشرين نصف يوم عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرز دور الرياضة كثقافة مجتمعية ثم أكد المجلس موصلة تبني المبادرات التي تعزز من إسهامات الفنان البحريني في تعزيز مكانة البحرين في مجالات الفن المتعددة ومنها الفن التشكلي وهنأ في هذا الصدد الفائزين بجوائز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الخمسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن تسجيع وحماية الاستثمار ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي في شأن شؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول مقترح إطاري للمراجعة في الهيئة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتغطية العمراني حول معرض التمولات الإسكانية في نسخة الثالثة المزمع تنظيمه خلال شهر فبراير الجاري وحول تتشين منصة بيت العقارية بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العاديتين نتائج المشاركة في عمل القمة التاسعة عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز نتائج المشاركة في قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة السبع وسبعين والصين نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى المجر نتائج المشاركة في الاجتماع السبع وثلاثين للجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية نتائج المشاركة في المنتدى العالمي لمستثمري البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وأسيا البسطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر